اشتركوا في القناة 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 طول ما الانسان بيمارس رياضة ويمشي واشتغل هو مش قعيد ولذلك لو لقيت لعيب بيلعب في ملعب وبيجري وبيطلعوا لعيب كورة سلة كورة قدم طيرة طول ما هو لعيبه كل يوم عنده ساعتين تلاتة تدريبات هو انسان قوي جدا ايه يعني شوية راش ايه يعني شوية مغز طول ما الانسان بيمارس عمل او بيمارس رياضة هو انسان عظيم جدا واي مرض مش ياخد معاه فترة ليه؟ ليه؟ لاني منعتك وئسة جدا يبقى اول حاجة عنده تفاؤل منظومة كاملة للعلاج وليس الدواء التفاؤل اهم اهم ركن الركن الثاني طيب اذا كان التفاؤل اهم ركني يبقى التشاوم هيهدك لو روحت الدكتور قال لك مفيش امل يعني واحد بيعمل تحليل لا كده تنين ثلاثة الدكتور اللي خلاص هتخسل ده هده معاني ثلاثة ما بيخسلش احنا ما بيخسلش إلا إذا عدى كنتين عشر طيب يبقى المنظومة العلاجية المتكملة تتكون من التفاؤل تتكون من الرياضة لازم تمارس الرياضة طيب مريض قعيل ما بيقدرش اوم وليقعد بلازم حد يداليك له جسمه ساعة الصمح وساعة بالليل طيب والغذاء الصحي الغذاء الصحي لما بتيتكلم بعض الناس عن الغذاء الصحي كانت تكلم عن واه انا لما بحب أكل مش عارب بأكل مكارونا بحب أكل مش عارب بأكل حاجة مشوية بأكل بروتين بس يعني واحدة تقول لها تولي حتة فرخة بس في واحد تأكل بروتين بس يعني فيه بني قدم يأكل بروتين بس إيه ده ده البروتين واحد من ست عناصر من الأكل والصلطة الخضرة يأتي بتكون قد البروتين أربع مرات انت بتأكل بروتين بس يعني شفت مرة واحد والله طالب كيلو لحمة مشوية حاف تأكل لحمة مشوية بس وإحنا بقنا أسود فالناس دي ما عندهش ثقافة الأكل معين الناس اللي تقدموا عننا عارفين إن الإنسان لهم 100 جرام بروتين فقط سمك أو فراخ أو لحمة أو بيض إنما أنا أكل فرخة الوحدي أو أكل كيلو لحمة الوحدي ده كلام ما يردش ربنا وبعدين بعد الأكل الصحي المتوازن عندنا كمان النوم الصحي إنسان بينام بالليل ده إنسان منعته كويس جدا إنسان بيصر طول الليل ده إنسان ضايع منعيا ما ينفعش معه دوة ما ينفعش معه علاج فمهم جدا أنا بعرف يعني إيه منظومة علاجية متكاملة لو الدكتور اللي بيعالجني عارف يعني إيه منظومة علاجية متكاملة يبقى أنا إن شاء الله أخيف لو الدكتور اللي بيعالجني يقول لي خد الدوة ده ومسكنات مسكن لبوس ومسكن حقن ومسكن شرب وهتبقى كويس بيتحك علي لأن كده يعيش على المسكنات باية وعمر لغاية ما يجيني فشل كلوي ويجيني المعدة تنساقب ويبقى عندي قرحة منثقبة فده ما يردش ربين فلازم نعرف أن العلاج اليومين دول بقى اسمه المنظومة العلاجية المتكاملة وليس الدواء فقط إن شاء الله نكمل في حلقة قديمة إن شاء الله